بعد أشهر من غلق أبواب المؤسسات التربوية بسبب تفشي كوفيد-19 اليوم يلتحق تلاميذ ثانوية علي بومنجل بالعاصمة بمقاعد الدراسة كغيرهم من التلاميذ عبر ولايات الوطن اليوم الأول من الاستئناف حضوريا تميز بحث تلاميذ على احترام التدابير الصحية ناهيك عن شرح الإجراءات الاستثنائية حفاظا على صحة الأسرة التربوية لتفادي الإصابة بالجائحة أولا المؤسسات تفتح بوقت كافي حوالي سبعة ونص التلاميذ يدخلوا للحق ليوصلي يدخل ما رحش يتجمعوا باب الثانوية بطبع الحال التلاميذ ما مش مولفين وبتالي يخدين الوقت الكافي باش يعرفوا المكان ديالهم في الرواق كيفاش يدخلوا كيفاش يخرجوا ما لازمش يمشود مثنا مثنا ولكن واحد مر واحد نعتبر هذا الموسم دراسي وتحدي بالنسبة لنا وبالنسبة للتلاميذ ويجيبوا كسب التحدي في ظل هذه الظروف عن طريق أخذ الحيطة والحاذر من طرف التلاميذ ومن طرفنا نحن والتزام بكل التدابير الوقائية تكوين أفواج من 24 تلميذا وضمان تناوب الدراسة يوميا بين الفترتين الصباحية والمسائية من بين أهم الإجراءات المتخدة لضمان ظروف تعليمية آمنة تلميذ يدرس إلا فترة بالنسبة للفترات الصباحية هي أطولها من 8 حتى الـ 21 غير عشرين والفترة المسائية من الـ 11 ونص حتى الـ 25 تقليص عدد تلاميذ في القسم الواحد يرى فيه البعض خطوة إيجابية لرفع مستوى الاستيعاب خاصة في الأقسام النهائية أزيد بأربعة ملايين تلبيذ في الطورين المتوسط والثانوي يلتحقون بمقاعد الدراسة وفق بروتوكول صحي الالتزام به قدر المستطاع كفيل بوضع حد بتفشي الفيروس